اشتركوا في القناة على شروع المفاوضات الجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب وعطاك تفاصيل نتيرة للغاية ونعرفوا بقي التفاصيل لهذا الأمر وكذلك مباشرة ندوزوا الخبر آخر وهو برلماني بريطاني كي تحدث على الحكم التاتي ديال المملكة المغربية في الأقاليم ديال الصحراء المغربية وقد نديروا واحد مقارنة ما بين بريطانيا وما بين الاتحاد الأوروبي في العلاقات مع المغرب أما في الخبر الموالي متابعين الكيران فقد ندروا على تقرير حصري يرصد تعويل النظام الإيراني على الجزائر وموريطانيا للتوغل في شمال إفريقيا الأمر اللي ما قدرش يديروا مع المغرب هذا النظام هذا فداز يديروا مع موريطانيا ومع الجزائر معطيات متيرة للغاية ونختموا الفيديو ديالنا بهذا الخبر هذا مجموعة صينية ألمانية قد تستعد البناء أضخم منظومة صناعية في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وبطبيعة الحال في المملكة المغربية هنا قد نفهموا السبب لخلال دول الجوار ينطفها واحد سعار على المغرب نبدأوا على بركتي للإخوان بأول خبر سنتحدثوا عليه المفوضي الأوروبية حاليا كتعلن على أنه لم يتم شروع في مفاوضات جديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب شنو بغاو الأوروبيون شنو بغاو الأوروبيون من المغرب اليوم تحدثنا في واحد فيديو سابق على أن المغرب يستعد والله السمعنا أن الحكومة المغربية بتساعد باش تلبي الطلب دي الأوروبيين أنها تكشف يعني المعطايات البنكية ديال الجاليه المغربية المقيمة في الخارج هذا الأمر هذا من تشرع على يعني مواقع التواصل الاجتماعي بواحد شكل كبير والجاليه عبرت على الغضب ديالها واش الحكومة المغربية بغا تغامر بالمصالح ديال المملكة المغربية واش بغا تتغامر من مصالح ديال البلاد من أجل الاتحاد الأوروبي اللي ما زال مواقف دياله غامضة مع المملكة هذه الأمور اللي قالت المفوض ديال الأوروبية في تصريح لأحد المواقع المغربية كتبيا على أن الأوروبيون لا زالوا في موقف ضبابي في المسألة ديال العلاقة ديالهم مع المملكة المغربية وتحديدا لأنه عندهم موقف ضبابي بخصوص الصحراء المغربية يلك الملك ديال البلاد اللي كيعطي الأوامر دياله اللي كيحدد المصار ديال التعامل ديال المغرب مع باقي الأطراف الخارجية ووضع الشرط أساسي في تعامل وهو الصحراء المغربية ولا نقاش في ذلك الصحراء ثم الصحراء ثم الصحراء لدرجة أنه وصفها بن الضارة اللي كتشوف بها المملكة المغربية الآخر يعني باش نقدر نشوفك مزيان كتكون كتعتار في مغربية الصحراء مكينش شي حل آخر فهنا كنشوف الضبابية في المواقف بكل ما تحميل الكلمة من معنى وعليش قلت لكم في الخبر الثاني مباشرة غندوزو الكلام اللي قالوا برلماني يعني بريطاني غدي نشوفو الفرق ما بين بريطانيا اللي عرفت المصلاحة ديالها وبغات المصلاحة ديالها مع المغرب ومعندهاش مواقف ضبابية مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي سيدي أو اللا المفوضية الأوروبية وهي كتكشف على مستجدات اتفاق صيد البحري بين بريكسيل والريباط اللي غينتهي من بعد شهر ونصف مين الآن قالت سيدي المفاوضات مع المغرب لا زالت غامضة ولم يتم اطلاقها لحدود الساعة يعني ما كنتشف مفاوضات مع المغرب وقال لك سيدي المفاوضية الأوروبية في تصريح لأحد المواقع المغربية أنه لا وجود المفاوضات مع المغرب حاليا يعني ما كتفاوضت مع المغرب بخصوص جديد اتفاقية الصيد وكذا حول ضم الأقاليم الجنوبية للمملكة في الاتفاقية ما هضراش مع المغرب لا على جديد الاتفاقية ولا على ضم الأقاليم الجنوبية والمغرب كي يساعد يصادق على اتفاقيات لكتمس الجالية ومصالح الجالية المغربية كنا ندرع على 5 ديال مليون مغربي. أورد المصدر عينه أن الجميع في أوروبا ينتظر قرار محكمة العدل الأوروبية الذي من الممكن أن يخرج قبل موعد نهاية الاتفاق في شهر يوليوز المقبل. يعني حالما قد ندرع معكم تنشوفوا محكمة العدل الأوروبية يعني إلى محكمة العدل الأوروبية قالت لا لا انتهى الأمر مع الاتحاد الأوروبي وذلك الساعات سنرى كيف ستكون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وهنا سنقول إلى محكمة العدل الأوروبية يعني تعنات في هذا القرار هذا وهذا الشيء الذي كانت منهه طبيعة الحال كاملين شنو غا يدير المغرب مع الاتحاد الأوروبي واش غادي يوافق على كل الاتفاقيات ومبينه ما ديوجه دي الاتفاقيات اللي كيبسوا بمصالح دي الجالية المغربية ولا شنو غادي وقع بالضبط وهو السؤال اللي كيبقى مطروح للأسف شنو غادي وقع مع الجالية المغربية المقيمة في الخارج وندوزوا الخبر الموالي متابعنا كرام وهنا غادي نديروا يعني واحد المقارنة ما بين تعامل دي البريطانيا مع المغرب وما بين تعامل دي الاتحاد الأوروبي بريطانيا اللي الله في الأمس كانت عضو في هاد التكتول الأوروبي وكانت كتخضع نفس القرارات اللي كيخضع عليها الدول الأوروبية ككل خرجات وانفصلات على هاد التكتول وقالت الكلمة ديالها وهدرت بشهادة الحق والمحكمة ديالها خرجت قرار تاريخي ولم تقتصر بريطانيا على ذلك فحسب بل اعتراف بمغربية السحراء قادم لا محل وهذا الشهادة اللي كدل عليه التصريح ديال البرلماني البريطاني اللي قال الحكم الداتي هو الخيار الوحيد الممكن لحل النزاع الخيار الوحيد الخيار الوحيد وهذه هي الكلمات اللي صدرت على إسبانيا مؤخرا يعني أن بريطانيا مقبلة على اعتراف تاريخي بمغربية السحراء فقال النائب البريطاني ليام فوكس الأربعاء بالريباط أمس الأربعاء بالريباط قال بأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول السحراء المغربية يعد الخيار الوحيد الممكن والحل العمالي الوحيد الموضي قدوما وأعراب فوكس عن هذا الموقف في تصريح الصحافة عقب مباحثات مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر البريطاني وقال البرلمان البريطاني من المهم تركيز على ما هو أفضل لشعوب المنطقة والبحث عن حل العملي لتحقيق تقدم في السياسات على المستوى الإقليمي نحن نقول ما هو الأتحاط الأوروبي؟ ما كي يسمعش هذا الكلام هذا؟ ما هو الأتحاط الأوروبي؟ ما عرفش المصالح ديال الشعوب دياله ديال الشعوب ديال الدول الأوربية ما كي أردت بريطانيا كيف تتعامل مع المغرب؟ هذا هو السؤال المطروح وعليش المغرب يبقى حطur ترص دائماً؟ علش المغرب لا تكونش عنده كلمة صارمة لأن هذا الموضوع ديال الصحراء المغربية طال الأمذ به والمغرب يجب أن يكون عنده كلمة حاسمة بغيتي تتعامل معي مرحبا ولكن احتار من الوحدة الترابية دي للبلد كنظن أن الشرط دي المغرب هو واضح وموضوع للطاولة دي الاتحاد الأوروبي فمن هنا اليوليوز المقبل على حد ما قالت المفوضة دي الأوروبية أن من الممكن يخرج القرار دي المحكمة العدل الأوروبية بخصوص طعن في هذا الحكم اللي طبيعة الحال كان جائر في حق الصحراء المغربية والوحدة الترابية دي المغرب وكيد رب في الوحدة الترابية دي المغرب قد نشوفوا شنو قد يوقع ما بين أوروبا والمغرب بخصوص تكونوا على علم الإخوان وبالأخص النجالية المغربية المقيمة في الخارج أن إلى محكمة العدل الأوروبية طعنات في هذا القرار هذا راه كل الاتفاقيات اللي كنا ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين المغرب تضرب في الصفر فذلك يعني أن المغربة غادي يكون عندهم صعوبات داخل الاتحاد الأوروبي بش تكونوا مجدين لما هو قادم وإلى المحكمة يعني طعنات ورفضات هذا القرار هذا سترجع العلاقات أقوى بكثير ما بين الأوروبيين وما بين المغرب ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين المغرب وغير يولي الاتحاد الأوروبي من بين أهم شركاء استراتيجيين دي المملكة المغربية والخوف هو أن هذه الاتفاقيات دي التبادل المعلومات المالية تطبق ما بين المغرب وما بين الاتحاد الأوروبي يعني في كلا الظرفين المغاربة المقيمون في الخارج عندهم صعوبات كنتمنى أن الرسالة دينا وفي الفيديو اللي درنا قبل هذا الفيديو هذا اللي كان فيديو استثنائي تكون وصلات الرسالة دينا للحكومة المغربية فكذلك الجالية المغربية المقيمة في الخارج راه كتخدم المصالح دي البلاد وراها الدول الأوروبية كتدير حساب العلاقات ديالها مع المغرب بحكم أن عندها جالية عريضة كتعيش جارية المغربية كتعيش في الاتحاد الأوروبي فكتأخذهم بعين الاعتبار و какما كانت جالية كانوا بزر legislature وهاست coffinة بدين الاتحاد الأوروبي وما بين دول أوروبية لما بينها إسبانيا كذلك وما بين المغرب فالجالية المغربية بشكل أو بآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كتخدم المصالح ديال البلاد ديال المغرب بغال الي بغالوا كره الي يكره وخاي يكون كيف ما بغى يكون هذا المواطني المغريبي بمجرد أنه يعيش في دول أوروبية رح يتعاملوا معه على أساس مواطن مغربي سواء كانت عنده الجنسية ولا كانت عنده الإقامة فكيعرفوا بأن عندهم جالية كتخدم القصصات ديال بلادهم وكتخدم المصالح ديال بلادهم وهذا دول ديالهم فكيديروا الحساب طبيعة الحال للمغرب بسبب هذه الجالية فكنت منه اتفاقية كانت ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين المغرب الحكومة تفكر في خمسة ديال المليون ديال الأشخاص قبل ما تأخذ حتى شيء قرار خمسة ديال المليون ديال الأفراد خمسة ديال المليون نسمة كانت نذهب إلى 13% من الساكينة ولا من المغاربة رح كلهم هات 13% كلهم يعيشوا خارج أرض الوطن فكنت منه اي اتفاقية كيف ما بغت تكون تخاذب علي الاعتبار سوكم تشوفوا في الإشارة للسلطات المغربية سوكم تشوفوا التعاليق الناس شنو كتقول في التعاليق سوكم تشوفوا الرسائل اللي كتوصلنا كيفاش كيهضروا على الاتفاقية كيفاش القلق وكيفاش كذلك كيحبوا بلادهم وما بغينش بلادهم تضرهم ما بغينش ياخدوا واحد الفكرة قبيحة على بلادهم كل شي كيبغي بلاده وكل شي كيقول لك احنا معا بلادنا ولكن خفنا كذلك على ولادنا وعلى المصالح ديالنا فكنت منه اتخاذ الجالية المغربية بعي الاعتبار رحى ذرع ذرع للمملكة ذرع حاملة المملكة وعلى مدار السنين مشي عددهب والله يرحمه الحسن الثاني ولا محمد السادس أطل الله في عمره راه كيعطيوا اهمية للجالية المغربية كبيرة بزع هاد الشي هذا راه واضح لا الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله ولا جلالة الملك محمد السادس أطل الله في عمره كيعطيوا واحدة اهمية كبيرة للجالية فكنت من الحكومة على الاقل إلا ما درت الناج حساب احنا دير حساب الأوامر الملكية وتاخدها بعين الاعتبار والخطابات الملكية اللي كتحد على أن المواطن المغربي يدخلي استثمر في البلاد فكيفاش بغيتي المواطن المغربي المهاجري يدخلي استثمر في البلاد وانت بغي تفضحه وتعطي كل شيء على الورق وتعطي المعلومات المالية دياله فكتقول ليه ما تجيش استثمر وتسير مشي في حالاتك الله يعاوننا ويعاونك ندوزو وغول في شمال إفريقيا باش نختصلكم الوضع لإخوان موريطانيا العلاقات ديالها مع المغرب متدبديبة على طول سنين على طول سنين ودائما كانت كتعتبر المغرب يعني عذو مع دكشين تعال النفاق وهذا الشي هذا رهبين وده بازات توضح الأمر أكتر وأكتر علاش في الخبر اللي جاي أن تحدثوه على المغرب وعلى الاقتصاد وعلى بزر ديال الحويش وهذا الشي هذا اللي خلال الجيران يتوترون الجيران كيتوترون كيتوترون من المغرب موريطانيا بعكس الجزائر هي يعني الاقتصاد ديالها متعلق بالمغرب بواحدة شكل كبير وبالأخص في المواد الزراعية بزاف ديال الأمور فهذا الشي علاش ما قدرش تخرج بذلك العداء اللي خرجت به الجزائر وإلا كانت قد تخرج بنفس الطريقة فإيران اللي ما لقاتش منفذ لشمال إفريقيا ما لقاتش يعني طواعية من المغرب قاتل المغرب صارب لا فيما يخص نشر العقيدة ديالها لا فيما يخص سيطرة ديالها على دول شمال إفريقيا وفرض النفوذ ديالها لا فيما يخص خلق الفتنة وزعزعة الأنظمة لا هاتش هذا كامل قاتل مغاربة رجال ولقاتهم وقفلها يعني في الحلق فاشغالي يدير التقلب على الأنظمة اللي هي متوترة وعندها توترات وعندها أزمة داخلية وخصها تصرف الأزمات الداخلية ديالها ودائما يعني دائما دائما كان هاد هاد طريقة في التعامل ديال إيران مع دول عربية وخير دليل شوفوا الدول اللي دخلت في أزمات كلها كانت عندها علاقات مع إيران وخير دليل هو سوريا لمازال حدود الساعة تنزف الحدود الساعة تنزف وكانتعرض العقوبات قاسية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ومن طرف المنتظم الدولي ككل ف اللي بغيت هاد دول هاد اللي هي موريطانيا والجزائر يعرفوه أن إيران ما غديرش حاجة من غير أنها غدت جركم للعزلة الدولية فبطبع الحال هنشوفوا شنو هاد التقرير اللي كي تعتبر محور استراتيجي ووظيفي كي يعتبر أن هذا الأمر هذا ديال إيران محور استراتيجي ووظيفي بات يشكل في منطقة شمال إفريقيا دعائمه لطهران دعائمه طهران والجزائر ومؤخرا نواكشوت ويستهدف كل طرف فيه تحقيق مصالح مصالح فتتقارب الجزائر تقارب الجزائر وإيران لتطويق المغرب وإسرائيل وكبح تحركاتهما في المنطقة بينما تتحرك موريطانيا في اتجاه إيران لتعزيز قدراتها الأمنية داخل منطقة الساحل والصحراء ومن المحتمل أن تتزايد وثيرة العلاقات بين البلدين الأخيرين لتمتد تداعياتها إلى الحيز الملاسق لبلاد شنقيط جنوبا كانت هذه أبرز الخلاصات التي توصل إليها تقرير حديث نشره المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ووحدة الدراسات العربية والإقليمية تحت عنوان ذوافع وأهداف تقارب الإيراني الموريطاني معتبرا أن هذا التقارب لم يأتي من العذن بالنتيجة جملة من التغييرات المحفزة له ونحن نهضر على التغييرات المحفزة له ونهضر في الخبر الموالي متوينينا الكرام على المملكة المغربية والوضع الاقتصادي والاستراتيجي بالنسبة لدول جوار خصوصا في الشمال المملكة في إشارة للاتحاد الأوروبي هذا تقدم المغرب الانفتاح على صناعة السيارات على الاقتصاد المزدهر خلال الجيران يتوتروا وخلهم يحسوا بأنهم مقدرين يوصلوا الواحد المستوى اللي وصلت للمملكة المغربية هذا ليس حيث نحن مغاربا في الشروبية ولا تشي حاجة لا بالعكس هذا يراه الواقع هذه الحقيقة وهذه الحقيقة هذه مش بنهاش من فراغ بل استشارة تع أوروبيين استشارة تع الناس اللي بعاد عن المغرب كل البعد اللي ولو يشوفوا في المغرب دولة اللي بعيدة البعيد الاقتصاد ديالها كل البعد على هذه الدول المنطقة وفاتهم بوحد طريقة واضحة بل ولا الاقتصاد ديالها يقرب من الدول الأوروبية اللي عندها نظام مغير تماما على دول شمال الأفريقية فهذه المرة هذه كما قلت لكم خلاء هذا الشي هذا خلاء التوتر ديال الجيران يكون واضح يكون واضح ويكون باين لدرجة غلق يعني العلاقات قطع العلاقات تغلق الأجواء بزاف ديال حواج اللي ترات مع الجزائر الجزائر تسعى لخنق المغرب باش لأنه شفتو كي تقدم بأنها تغلق عليه من جميع الجوانب من شمال من الجنوب من الشرق رهها غلق هي فطبع الحال المغرب بالديبلوماسية دياله بزاف ديال الأمور ما خلالهاش الفرصة أنها تقوم بهذا احتمعهم وضعهم في واحد الصورة مع الجزائر وضعهم في واحد الصورة أمام المنتظم الدولي لا يحسدون عليها فمجموعة صينية ألمانية تستعد البناء أضخم منظومة صناعية في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية جار أمس الأربعاء بمراكش توقيع مذكير التفاهم بين حكومة المملكة المغربية والمجموعة الصينية الأوروبية لتحديد معالم مشروع مصنع ضخم الأول في إفريقيا ومنظومته المندمجة بالمملكة المغربية هذا هو سبب توتر الجيران طبيعة الحال فش تلقى مشاريع من هذا الحجم وكتلقى المغرب من فاتح على دول مثل الصين مثل الهند مثل برازيل مثل مثل هتلقى طبيعة الحال الجيران متوترين ومشي غير الجيران فحز بل فرنسا فرنسا اللي كتشوف في المغرب قوة اقتصادية كتخرج من بين الأيدي ديالها وبطبيعة الحال ما عندهاش من غير الخدام ديالها في شمال إفريقيا باش تلقهم على المملكة المغربية لتعطيل ما يمكن تعطيله كنظن إلى وصلة المعنى لا فيدة في التكرار هذي هي الأخبار ديالنا اليوم متابعين يا كرام نشكركم على حسن المتابعة على الهتمام ديالكم رعيتي الله السلام عليكم